على أية حال أنا كان لي أتعقيم بعدما اتفرجت على الفيديوهات بتاع العزيز يعقوب ولقيت أن تقريبا كل الأهداف اللي هو أحرزها ده مصداقا لأنت قلته أنه هو بيعتمد على الأهداف أو اللي جاية من هجمات مرتدة طبيعة اللعيبة أو طبيعة الفرق اللي بتلعب قدام النادي الأهل لأنه فيه تكتلات دفاعية أنا خلط شوالا يعني نادر من الأهداف اللي هو دخلها من قدام المرمى فالحلول بتاعته قدام المرمى شكلها عامل إيه أنا معرفش يعني ممكن يكون تبعت فيديوهات أخرى بس أنا متكلم عن الفيديوهات لا أنا شوفتها بس أنا عندنا وجهة نظر أن الأهلي من أول ما افتقد أن يكون عنده مهاجم من خطاع النشئين فعنده مشكلة يعني آخر مهاجم من خطاع النشئين كان عامل متعب بعد عامل متعب افتقد الأهلي يكون عنده مهاجم سواء بقى محمد شريف أو شاد حسين أو حسام حسن رجع اسموحة ما عرفش هو جيه ورجع ازاي شاد حسين حتى الآن غير موجود محمد شريف أصلا كان بدايته من أول يعني فترة اللي كنت بتكلم فيها من السنة اللي فاتت كان مميز بعد كده اختفى حالة غريبة بتحصل المهاجمين في النادي الأهلي اعتماد المدير الفني سواء فترة تمو سيماني أو كلر بيكون على لعيب التحركات نص الملعب والطرفين فبينهي حاجة اسمها مهاجم انت محتاج ممكن يعقوب ويكون مهاجم شكله في الفيديوهات حلو بس الملعب في مصر مختلف تماما زي ما انت بتتكلم كده بتلاقي الـ 11 وممكن يكون التلاتة الاحتياطية كمان تلالفرة كلها وراء مفيش حد بيتحرك انت بحتاج صانع ألعاب مش مهاجم بس أنا لسي كنت عايزة أقول برضو النقطة دي هو كمان من الفيديوهات اللي أنا شفت هالو هو بيعتمد بشكل كبير جدا على صانع ألعاب فهمه وحفظه بالظبط علشان بيديره الكورة في المعطاق الفاضي هو بيجرد الوقت يكمل عليها افشا انت بحتاج واحد كمان معافشا افشا شوية عنده خبوط في المستوى وعدم تركيز او انشغال بالاحتراف او انشغال بالتجديد عادو كل الامور دي عم ندر ارتباك لكن انت محتاج كبان لعيب احمد عبقادر كان فيه امل ان هو يبقى لعيب مميز ويعمل بديل لأفشا بدأ كويس جدا وبعد كده اختفى ليه برضو ما فيش سبب واضح انت محتاج لعيب على قوة ديانج في نص الملعب لكنه حريف القوة الجسمانية يعني انت انا مع انك انت تجيب لعيب نص ملعب حريف افيدلك واسرعلك ان انت حيسهلك النواح الهجومية انت عندك مشاكل في صانع اللعب صانع اللعب عندك هو المحور افشا لما كان كويس من سنتين كان الاهل ما عندوش مشكلة على فكرة كان بلعب بأي مهاجم في مرات كتيرة ما كانتش بلعب مهاجم صريح كان بلعب مهاجم اللي هو مهاجم نص الملعب اي حد كان يجيب جول انت محتاج يكون عندك لعيب بليميكر معلم في نص الملعب بالاضافة لانك انت تعرف تختار بقى من قطاع الناشئين مهاجمين احنا في مصر قطاع الناشئين في النادي الاهلي بهذا الكم الكبير من اللعيبة من الفرق من المدربين لو ما عندكش لعيبة او اتنين لعيبة بفي مشكلة مشكلة كبيرة لازم لازم تدور على شوفنا تصعيد يعني الفترة اللي فاتت شوفنا تصعيد اكتر من اللاعب من الناشئين هما يعني صعدوا في اخر المسلم الفات وعند كده اه رجعوا تاني يعني لقطاعات الناشئين ده كان نظام تسويق اكتر انه بيسوق للعيبة الصغيرة بشكل كبير عشان خطر يقدر يعمل اعارات يعمل صفقات تبدلية معهم يقدر يستفيد بالعيبة تانية بس الاهلي ما استفدش مكتر عن ناشئين مش خالص شوفنا شوفنا شوفنا